حان الوقت للحديث عن مصطفى شبير حارس مرمى النادي الاهلي الحارس الثالث في النادي الاهلي بعد محمد الشناوي وعلى اللطف اتنى تصابوا وفرج اللعب وتحمل المسؤولية وعمل مباركة كبيرة أمام سيراميكا كيلو بطرة فيه دايما دايما ظلم ما يحدث لللاعب اللي هو يبقى ابن لاعب سابق أي لاعب دايما فيه ظلم عليه جزء كده اللي هو التدخل بقى بالواسطة تشتغلت مش عارف ايه كان فيه لاعب حسن منك انت بتلعب ليه انت عشان بتلعب عشان خاطر ابوك الكلام اللي بتقال دايما دايما تقال بقى على مين على شريف اكرامي تقال على حزم امام او البداياته تقال على يوسف عسامة نبيه ايه اسف جعفة تقال على ايه لاعب ايه لاعب معدي تمام كان ابوه لعب كورة نجم يعني بس انا بصراحة بحب في الحاجات دي اصطدم بالواقع المرير ده اللي هو ايه لا مصطفى شبير حارس واحد جدا حارس كبير عمل مباراة محترمة حارس ثالث ويغيب عن مباراة النادي الاهلي معظم الوقت وكل ما بيشارك بيقدم مستوى جيد ما عندوش اخطاء جسيمة رغم انه لو اخطأ اخطاء جسيمة هنقول ساعتها انه عشان ما بيشاركش يعني زي بيقولو كده ايه ماشي بعزره ورغم كده ما بيعملش ده فبصراحة اشهادة للراجل ايش هادة للراجل كل الناس يقولك ايه ما انا لو تلاعب تقول مصطفى شبير كويس عايب عشان كابتن شبير فتبتقوليك كلمتين دول فتلاقي الراجل اصلا ما حدش بيشيت بيه عشان الناس ما تشيلش هام الناس تقول عليها ايه يعني معلعي بكورة ولما يغلط يعني لما يغلط نطلع ننتقد ونهاجم واحنا بننتقد مصطفى شبير ما بننتقدش والده ما بننتقدش والده سهلة يعني الحياة ما فوقت تمشي بشكل طبيعي بمعنى ايه ان كاسبرش مايكل لما كان بيلعب مع ليستر سيتي وخد الدولة الانجليزية مع ليستر سيتي الحارس المرمى تمام الناس كانت بتشيد بكاسبرش مايكل واحد من احسن حراس العالم اكيد مش بيشيده بياه عشان هو من بيترش مايكل الحارس الاستوري المانشاستانهات الدول المنتقب الدنمارك ولما مستوى قال للموسم مش الاخير ده اللي فات ومشي من ليستر سيتي الناس انتقضيته وهجميته وقالت انه مستوى تر ما هجموش بيترش مايكل في كاسبرش مايكل سهلة حياة سهلة في الحاجات دي انا بس بحب ايه قلت لفرصة لما ارجع النهاردة اتكلم في الجزاء دي عشان نقفلها شوفه وقيمه اللاعب على حسب اداة ومشانا حسب اسمه سواء بالسلبة او بالاجاب يعني لا تنتقد عشان انت عايز تهاجم والده ولا تشيد عشان انت عايز تجامل والده حسبه هو على مستوى ببساطة شديدة ايه